أهلا بكم في برنامج رمضان في العالم اللي بنتكلم فيه عن عادية الشهر الكريم في العالم كله والنهاردة رايحين توجو توجو بلد موجودة غرب أفريقيا لغتها الرسمية هي الفرنسية فيها 25% بس مسلمين فيها مسيحيين وثنيين وديانات كتير جدا ورغم ده لو رحت هناك هتحس برمضان الحكومة هناك بتعمل مائدة إفطار كل سنة عشان تعرف غير المسلمين على فضل رمضان وأهميته عند المسلمين وده بيتعامل في خيمة كبيرة جدا ممكن تسد شارعه رغم إن المسلمين أقل من ربع عدد السكان في توجو إلا إن لما رمضان بييجي بتحس إن توجو كلها مسلمة بعد الفطارة على طول بنسمع تواشيح دينية في كل مكان في الشارع والغريب بقى إن معظم التواشيح دي بتكون باللغة الفرنسية الشباب والبنات هنا بينظفوا المساجد بعد كل صلة وبيجددوا الزينة اللي فيها كل أسبوع ومعينا دلوقتي عبد الرشيد جارة اللي هيكلمنا عن أهم مظاهر شهر رمضان في توجو السلام عليكم أهم مظاهر في شهر رمضان في توجو نعنى في توجو إنما يطلع لحلال رمضان ترى أن الشباب يزينون المساجد ويلميونها وينغزمونها لأنه سيكون في داخل المساجد التفاصيل وقراءة القرآن ثم كذلك أمام المساجد المعيد الرمضانية ستكون أمام هذه المساجد طيب بالنسبة للأكلات في رمضان إيه أشهر أكل بتاكلوها في رمضان؟ نعم الأكل المشهورة في الرمضان هي نوم المديد يسمى كوكو وبعد ذلك هناك التواميع أيضا ثم بعد ذلك الأرز مع التوماتمو بتفتروا بعد أزان المغرب على طول ولا بتأجلوه بعد الصلاة؟ لا نفترع مباشرة بعد الأعزام ثم نكون بسرعة بالنسبة لصلاة الترويح عندكم بالنسبة لصلاة الترويح يكون الشباب يعطون في المساجد لصلاة الترويح كثير شباب بس من غير سيدات؟ أتعم مع سيدات ثم من مرور الزمان ترى أن العدد ينتكب الأطفال بتعمل إيه رمضان؟ بتروح المدرسة ولا بتاخد أجازة؟ بتصوم ولا ما بتصومش؟ بتعمل إيه الأطفال؟ دولة الترويح ليست دولة مسلمة لذلك الأطفال يذهبون إلى المدارس عندما يكون زمن مدرسة في المؤسم الرمضان طيب بالنسبة لصلاة العيد بتبدأوا بعد جهزوا صلاة العيد تشتروا هدوم جديدة من آخر رمضان؟ ولا بتعملوش كده؟ أيها للتجهيز العيد نحن نصلي الأعياد في الميدان وعندما يتقرب صلاة العيد بيومين أو ثلاثة أيام الشباب يذهبون إلى الميدان لينظموا لمكان الصلاة ويأتون المكروفون وكل ما يساعدوا للصلاة العيدة طيب بالنسبة لوقبة السحور بتتصحروا؟ نعم نتصحروا في مسحرتي؟ في مسحرتي ترى عندنا قبل الساعة من السهور هناك الشباب يضربون على الدف ويلفونا في الهارات يستعكزوا الناس لأكل السهور أنا بشكرك جدا شكرا جزيلا وبتختلف عادات الاحتفال بالشهر الكريم من بلد لبلد بس كلنا بنتفق على حب الشهر ده سلام عليكم